المصري الآن شايف حالته جيدة بداية الموسم مع الكابتن إعاب جلال رغم من الأداء في كثير من الموارات كان جيد ولكن النتائج ما كانتش جيدة بدأت تتحسن النتائج روايداً روايداً مع الكابتن بصاك يوم خلينا متفقين أن أكتر حد بيعرف يعمل نتائج كويسة مع النادر مصري الكابتن حسام حسام بصراحة يعني خلينا متفقين يعني في كل الحالات بقى هو معه فرقة كويسة هو معه كوالية العيبة مش كويسة هو في كل الحالات بيقدر يمشي بالنادر مصري كويسة بصراحة يعني أنا شاف النادر مصري فترة اللي جاه بأحسن لأنه هو يعني النادر مصري خلي بالك عنده صفاكات مهمة جداً وعنده لعيبة كبيرة جداً وتقدر تعمله الفارق هو فرقة مع النادر مصري كان فيه إصابات كتير جداً فمنت ما كنتش بتقدر تلاعب كل المجموعة دي مع بعض يعني مثلاً مرون قاعد فترة مصاب صح دغموم فترة مصاب وكل اللعبة دي مهمة جداً حسين السيد وما لعبوش مع بعض كتير خلي بالك ما لحقوش صح يعني ما فيش انسجام ما لحقوش الناس تلعب مع بعض كتير لما الدنيا بتدت ترجع وتزبط هتلاقي النتائج الفترة اللي جاهة كمان مع التدعمات إن شاء الله اللي هتيجي في وجود مستر كامل أبو علي ما تخافش عن نادر مصر طالما مستر كامل أبو علي موجود ما تقلقش عن نادر مصر